جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة تاليف دكتور أحمد ذاكي صفوة بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم على ما أوليتني من نعمك السابقة وآلائك الضافية وأصلي وأسلم على رسولك المجتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد فلم رأى أن خطب العرب في عصور ازدهار اللغة مرآة يتجلى فيها ما حاباهم الله من ذلاقة اللسان وعذوبة البيان ومعرض يتمثل فيه نتاج قرائحهم وثمرات ألبابهم في كثير من مناح القول وإنها لا تعد بعد القرآن الكريم والحديث الشريف مثالا ساميا للبلاغة العربية ونموذجا قويا يحتذيه المتأدب في تقويم قلمه المعوج وشعذ لسانه الكليل وهي فوق ذلك معين فياض يستقي منه مؤرخ الأدب العربي ما يعن له من آراء ومادة غزيرة يستنبط منها ما يقفه عليه البحث من فكر وقد نظرت فوجدت تلك الخطبة مباثرة منثورة في كتب الأدب والتاريخ لا يؤلف بينها نظام ولا يضم أشتاتها كتاب فإذا ما شئت أن تتعرف صورة الخطابة في عصر من العصور أو تترجم لخطيب من خطباء العربية ألفيت الطريق أمامك وعرة شائكة وأنفقت وقتا مديدا في التنقيب عن خطبه في بطون الأسفار بل هما يعترضك من ما شاق في تحرير ألفاظها وتحقيق عباراتها لما نالها من عبث النساق والطباع من التشحيف والتحريف الذي ينباهم معه معناها ويستغلق به تفهمها كل أولئك حدا بي أن أعبد السبيل لشودات الأدب العربي إلى ذلك التراث النفيس الذين يتطوقون إلى الارتواء من مناهله العذبة فلا يكادون يسيغونها ويصبون إلى جتناء ثماره الشهية فتحول دونها الأشواك وفيهم من درس اللغات الإفرنجية وتزود من أفكار الغربيين وآرائهم بقصط وفير ولكنه تعوزه جزالة اللفظ ورصانة الأسلوب استقرت الله فجمعت كل ما أثر عن العربي في عصور العربية الظاهرة من خطب ووصايا من مظانها على قدر ما هداني إليه الطلاع وضممت إليها ما دار في مجالس الملوك والخلفاء والرؤساء من حوار ومجاوبة أو جدال ومناظرة مما يدخل في باب الخطب وينتظم في سلكها وأودعتها ذلك السفر كي يكون لها ديوانا جامعة ومرجعا عاما يسهل مراجعتها فيه وسميته جمهرة خطب العرب في عصور العربية الظاهرة وبوبته أربعة أبواب في ثلاثة أجزاء الجزء الأول ويحوي الباب الأول في خطب الجاهلية والباب الثاني في خطب صدر الإسلام الجزء الثاني ويحوي الباب الثالث في خطب العصر الأموي الجزء الثالث ويحوي الباب الرابع في خطب العصر العباسي الأول وذيل الجمهرة في خطب متفرقة وإذا كان الشريف الرضي رحمه الله قد أفرد خطب الإمام علي كرم الله وجهه بمؤلف خاص وهو نهج البلاغة والإمام أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور قد جمع في مؤلفه بلاغات النساء طائفة قيمة من كلام بليغات النساء وطرائف أقوالهن رأيت أن نقلي ما ورد في هذين السفرين الجليلين بحذافيره ليس على الحقيقة إلا ضمهما إلى كتابي وتضخيمه بهما ولذلك اجتثأت بإراد جملة صالحة مما جاء فيهما مما استدعاه النقام ولم أقتصر على إراد الخطبة بإحدى الروايات الواردة فيها بل عنيت بالتوفيق بين الروايات المختلفة وإتمام وعضها من بعض لما في ذلك من زيادة الفائدة للقارئ فإذا ما رأيت الخطبة مروية بصورتين يتبين فيهما الاختلاف أوردت الصورتين معا وقد ضبطت ألفاظها ضبطا وافيا وعقبت كل قطة بذكر مصادرها التي نقلتها عنها كما ذيلتها بشرح يفسر غريب ألفاظها ويحل مستغلق كلماتها وأوردت فيه كل ما تمس إليه الحاجات في فهمها من نبذ تاريخية توضح المقامات التي ألقيت فيها إلى ما هنالك ولست أستطيع أن أصور للقارئ مقدار ما عانيت من المتاعب في رد كثير من الألفاظ إلى أصولها الصحيحة بعد تقليبها على كل وجه ممكن حتى تخلص من شوائب التشويه الشائن الفاشي في كتب الأدب والتاريخ وإني أقدم كتابي هذا إلى أبناء العربية الشريفة وفعم بما لها في عنقي من حق واجب وصانيعة مشكورة والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع المرجو منه وأن يمدني بروح منه ويظلني بظلال الصحة والعافية حتى أصدر ما اعتزمت إصداره بعد تمام هذا الكتاب إن شاء الله وهو كتاب جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة كي تكمل حلقة النثر العربي في تلك العصور إنه المستعان عليه توكلت وإليه أنيب أحمد زكي صفوت القاهرة ربيع الآخر سنة 52 و300 وألف من الهجرة يوليو سنة 33 وتسعمائة وألف من الميلاد استمعتم إلى مقدمة الكتاب بصوت مصطفى دهيس وإن شاء الله تبارك وتعالى تتلوها أجزاء الكتاب ترجمة نانسي قنقر